مصطفى بداية مرحبا بك معنا في نشراتنا الإخبارية كيف تقرأ التحركات السياسية لبحث تشكيل الحكومة مع قرب موعد عقادي جلسة البرلمان الثانية تفضل نعم شكرا جزيلا لك والزميلة والمشاهدين الكرام الحقيقة بعد أن حسمت المحكمة الاتحادية شرعية الجلسة الأولى للبرلمان ستمضي الأمور بشكل طبيعي برغم الخلافات الحادة حتى الآن سواء على مستوى منصب رئيس الجمهورية بين الحزبين الرئيسيين الكرديين ديمقراطي والاتحاد الوطني أو على منصب رئاس الوزراء والكتلة الأكبر ومفهوم الأغلبية والتوافقية بين التيار الصدري والإطار التنسيقي مع ذلك التوقيطات الدستورية هنا حاسمة وحاكمة رئاس البرلمان ستحدث غدا أو بعد غد الجلسة التي محتمل أن يتم فيها انتخاب رئيس الجمهورية من بين المرشحين الدكتور برغم صالح والسيد هو الشيار زيباري ربما ستكون آخر موعد هو ثمانية اثنيا الشهر القادم بعدها إذا هذه الأيام تم التوافق والآن السيد الصدر في بغداد إذا تم التوافق من شكل معين بين التيار والإطار فهنا سيتحدد مفهوم الكتلة الأكبر ومن ثم بعد ذلك يتحدد من هو المرشح لرئاسة الوزراء من بين عدة مرشحين يطرحون الآن كأسماء محتملة للترشيح يعني أستاذ حمزة هل تعتقد أن الطرق ما زالت مفتوحة والقنوات لتحقيق التقارب أو تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين خلي نقول مثلا الإطار مع التيار أولا أمس السيد الصدر في خطابه أوضح الكثير من التفاصيل وكان واضح جدا على صعيد ما يراه من مشاركة الإطار مع التيار هو لا يريد استبعاد الإطار ولكن تحدث بكل صراحة أنه لديه ملاحظات أو قال لهم أنه لن يتحالف مع السيد المالكي الآن الكرة في ملعب الإطار التنسيقي هل يذهب كله مع التيار أو بعضه وهذه الأمر محل جدل اليوم هذا الجدل كان هناك توقع أن يلتق العامري الحاجة هذا العامري بالسيد المقتد الصدر ولكن الذي حصل أن السيد المقتد الصدر هو الذي جاء إلى بغداد وهذه طبعا زيارة مهمة وأيضا التفاتة مهمة من قبل السيد الصدر لحسم هذا الأمر وأتوقع الليلة يحسم بشكل نهائي يعني الآن حسب الأخبار المتداولة أنه سيكون بعد قليل الاجتماع في منزل العامري بين السيد الصدر والسيد العامري ومع قياديين لكن لحد لا نعرف هل سيكون كل قادة الإطار أم بعضهم عند ذلك سيتحدد هذا الأمر إذا وصلنا إلى هذه المرحلة يعني هناك انفراجة ستكون هناك انفراجة ما عدا منصب رئاسة الجمهورية حتى الآن كل الحزبين الكردين يتحدثان عن مرشحيهما بطريقة صلد الاتحاد الوطني يقول أن مرشحنا هو الدكتور برحم صالح ولا نية لأي خيار آخر وأيضا الديمقراطة الكردسانية حسب تصريح اليوم القيادي فيه عرفات كرم أن السيد هو شيار زيباره ومرشحه ولكن التداعيات على الإقليم ستكون كبيرة في حال دخل الحزبان سيناريو 2018 أما لا توجد تداعيات خطيرة جدا على موضوع الكتلة الأكبر رأسيما أن هناك تقريبا شبه توافق إلى حد ما بين الإطار والتيار وبالتالي أتوقع أن هذا الأمر لن تكون له تداعيات كبيرة يعني في حال عدم التوصل إلى حلول واستمرار الانسداد السياسي بين التيار والإطار يعني هل ستلجأ الأطراف الرافضة إلى المقاطعة السياسية أم المعارضة برأيك؟ الإطار هو تحدث بالأمس عن إمكانية الذهاب إلى المعارضة وحتى المقاطعة لكن من يقرأ ما بين السطور في بيانه يبدو أنه حريص على أن لا يذهب إلى أحد هذين الخيارين إنما حريص على المشاركة ولكن الفرق هنا في طبيعة المشاركة في نوعية المشاركة هل هي مشاركة شاملة أم مشاركة جزئية أم يعني هناك عدة خيارات الآن مطروحة البيان بيان الإطار التنسيق ليس فيه تصعيد إنما فيه مرونة سياسية لكن مع أنه في الأخير قال إنه في حال لم يتم التوصل قد يذهبون إلى المعارضة أو المقاطعة المقاطعة استبعدها تماماً لكن المعارضة إذا حصلت سوف تكون هذه المرة معارضة قوية جداً وبالتالي سوف يكون موقف الحكومة القادمة ضعيف بالقياس إلى معارضة انطلاقاً أولاً من ملفات كثيرة أمام الحكومة القادمة تلاعيات 19 سنة من الفشل والفساد وأسواها وأيضاً عندما تكون المعارضة قوية سوف ومنه راح يروح للمعارضة أستاذ حمزة أكيد هي الأحزاب السياسية التي شاركت من 2003 إلى حد الآن يعني تعارض مثلاً نهجة خلال هذه السنوات التي استلمت أيضاً وزارات ومناصب وكانت دير الدولة طيب خلال هذه الفترة أستاذ حمزة يعني ضغوطات تتمثل بالضغوطات الخارجية والداخلية المتمثلة بالوضع الأمني يعني من ضمنها استهداف مقار أحزاب وتحركات داعش برأيك هل سيستمر الوضع الأمني المنفلت بالتصاعد في حال يعني عدم الوصول إلى نتائج مرضية لجزء من الأطراف السياسية هذا الموضوع تم الحديث عنه أولاً من خلال قادة الإطار التنسيقي وقادة تيار الصدري أنه لا توجد مواجهة أو صدام شيعي شيعي ثم أمس السيد الصدر يعني صعد أكثر في هذا الجانب عندما قال أن السلم الأهلي خط أحمر وهو يشير بذلك إلى ما حصل من تداعيات قصف مقرات تقدم وعزم وأيضاً الاستهداف الذي حصل أمس لمقر أو منزل السيد الرئيسي يعني إذا قلنا عطواً على المقاطع إذا قلنا هو صراع شيعي شيعي يعني شنو دخل الأطراف المحايدة يعني بالخلاف الشيعي الشيعي مثل تقدم مقارها انضربته آخر شيء البارحة انضرب مقر الحلبوسي أو مضيف الحلبوسي في القرمة وهذا بخلفية أيضاً تحدثوا عنها بشكل صريح يعني عندما قالوا أن ذهاب السنة وقسم من الكرد يقصدون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع السيد مقتدى الصدر هذا أدى إلى تمزيق البيت الشيعي لكن عندما وصل الأمر إلى تمزيق البيت الشيعي قالوا أن لا يوجد صدام الشيعي شيعي ولكن حصلت هذه الأمور حتى الآن لم يعترف بها أحد لا أحد يقول أنني استهذفت هذا المقر أو ذاك وهناك اتهامات تطال جهات عديدة ولكن دائماً تقيض ضد مجهول مثل هذه الأمور للأسف ولكن في كل أحوال إذا ما استمرت هذه الأمور أعتقد سوف تؤثر كثيراً على كل المسارات على مسار الحكومة القادمة على مسار البرلمان على مسار العملي السياسية بيرماتيا لأنه لا يمكن بالنتيجة السكوت عن استهدافات هنا وهناك لمكون تقريباً الآن أصبح هذا الاستهداف إذا تحدثنا عن مقر التقدم مقر عزم مقر رئيس البرلمان في القرمة اليوم أيضاً كم الصواريخ كانت معدن للإطلاق هذا يعني مقدمة لفتنة طائفية وهذه طبعاً إذا حصلت سوف تنظر بعواقب وخيمة نعم المحلل السياسي حمزة مصطفى كنت معنا وعلى الهواء مباشرة شكراً جزيلاً لانضمامك إلينا شكراً جزيلاً مرحباً